بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس العلمي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات ودرسنا اليوم بناتي وشباب هو موضوع الغاية والاستمرارية ورح نتعلم شنو الغاية وشنو معنى الغاية تقترب من اليمين شنو معنى الغاية تقترب من اليسار هذا كله رح نشوفه من خلال يعني بعض الأمثلة والتوضيحات موضوعنا هو اكتباء الغاية والاستمرارية قبل ما نحكي عن السمرارية رح نحكي عن موضوع الغاية إذا كنا لدينا هذا خطة الأعداد هذه هي مثلا لدي نقطة مثل ثلاثة وهذه نقطة مثل اي وهذه نقطة أخرى مثل بي هذا الشكل اللي أمامنا يا شباب هذا الشكل زيان إذا كان اي وبي نقطة إذا كانت اي إذا كانت اي تأخذ قيم متزايدة باتجاه يمين يمين العدد ثلاثة يعني أشك يعني شي صير مثلا اثنين وتسعة ممكن ممكن اثنين بوينت تسعة وتسعين ممكن اثنين بوينت تسعة 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 إلى الثلاثة تخسر هذا ينقلي أي أقل الثلاثة وإذا أعطينا وإذا أعطينا ب قيما متناقصة متناقصة أي س أي تتحرك تتحرك يسارا مثل يعني ثلاثة بوينت واحد ثلاثة بوينت واحد بالمية إلى ثلاثة بوينت واحد بالألف إلى ثلاثة يعني ب تزداد باتجاه ثلاثة أجزئ من الثلاثة ناخذنا هذا شنو معناه هذا يسمى جوار العدد الثلاثة أو جوار العدد خلنا نعرف شنو جوار العدد يعني هاي النقطين أي وبي اثنين عدثين يقتربون من العدد الثلاثة أي تقترب تزداد وهي أقل من الثلاثة وبي تقترب من الثلاثة وهي شنسوي دا تتناقص هي أكثر بس دا تتناقص إلى أن توصل قريب من الثلاثة وأي هي أقل من الثلاثة أصلا لتزداد بحي تتوصل قريب من الثلاثة وهذا اللي نسميه يا شباب جوار هذا اللي نسميه جوار العدد جوار نحو اليمين وجوار نحو اليسار وراح نعرف آن وياكم شنو معنى الجوار الجوار يمكن أن نقول عنه جوار العدد إذا كان إذا كان أي عددا بينقوسيا نقطة وكان أبسليوت يعني هذه تقرأ تقرأ أبسلون عددا موجبا موجبا تسمى إذا كان أي عدد نقطة وهذه أبسلون اللي ممكن تكون عدد موجب تسمى الفترة واحد رح يصير عدي ثلاث فترات أو فترتين هنا بالأحرى يعني أي ناقص أبسلون هذه الفترة الأولى وأي زائدا أبسلون هذا هو جوار العدد يعني من عدك عدد مثل أي تاخذ أقل من عدد وأكبر من عدد هذا اللي هو يعني جوار جوار العدد راح نفص صخن عليك كيف ثانيا أي ناقص أبسلون وأي مغلقة هذا جوار أيسر للعدد أي والجوار هنا يحتوي على شنو أي هذا جوار أيسر للعدد أي والجوار هنا يحتوي على شنو أي ثالث أي وأي زاد أبسلون هذا جوار أي من للعدد أي والجوار أيضا هنا يحتوي على العدد أي لاحظ يعني هذا جوار أي من وهذا جوار أي سر إذن لكل عدد هناك جوار جوار أي من وجوار أي سر جوار أكبر وجوار أصغر بس كلهم يختربون من من أي في كل أحوال يخترب هذا الجوار من أي وهذا هو مهم جدا إذن عرف الجوار بشكل بسيط الجوار هو مجموعة مفتوحة هو مجموعة مفتوحة من الأعداد الحقيقية مركز مركزها العدد الحقيقي العدد الحقيقي أي مثلا ونصف قطرها ونصف قطرها العدد الحقيقي اللي هو أبسيلون هذا حيث أبسيلون هو أصغر عدد موجب يقترب من أي قربا كافيا حيث أي هو أصغر عدد موجب يقترب من أي قربا كافيا من يقترب يقترب لازم من اليسار ويقترب أيضا من اليمين هذا مهم يا شباب أن نعرف الاقتراب يصير عدي من الجهتين من اليسار ومن اليمين إذن الجوار هو مجموعة مفتوحة من الأعداد الحقيقية مركزها العدد الحقيقي اللي هو نفسه أي ونصف قطر الجوار هو العدد الحقيقي أبسلون حيث لا تنسى الأبسلون هو أصغر عدد موجب يقترب من أي قربا كافيا ومن نقول يقترب يعني يقترب نبي يمين ويقترب من يسار هو قريب جدا من العدد شلون هذا رح نفصل على الرسم هذا الكلام يعني خلي نشوف عندنا هذا خط الأعداد هذا عدي فترة مفتوحة وهذا هو أي هنا أبسلون وهنا أيضا شكو عدي أبسلون زين يعني هنا هذا أي زاد أبسلون وهنا أي ناقص أبسلون هذا أي ناقص أبسلون وهنا أي زاعد أبسلون ويكون هو هذا يعني أبسط شي رسم للجوار يعني بالتعريق كابتل زين هنا مجرد إذا ما كو مشكلة نسوي هذا أي هذا أي هذا أي يخترب من أي يعني يعني مجرد حتى نوحد ويال السابقة لا أكثر ولا أقل إذن العدد أي أو النقطة أي زين أبسلون تقترب من اليسار من اليمين هنا يزداد وهنا يتناقص حسب نصف القطر الفترة المفتوحة بس ثم يختربون من من النقطة أي زين لو نأخذ فد رسم بسيط للاقتراب لو ما كدعي رح نعرف يا شباب الغاية تعريف الغاية إذا قلنا بأن limit أفوف للأكس يساوينا L فهذا يعني يعني تعريف الغاية إذا عرفها يعني إذا قلنا أو خلنا نقول بكلام آخر بأسلوب آخر بأسلوب آخر يعني حتى الكل يعني إذا إذا كانت يعني إذا كانت limit أفوف للأكس تساوي نعم غاية الأفوف للأكس تساوينا L فهذا فهذا يعني كل أبسلون أكبر من شنو من صفر وهنا لدي أكس تقترب من أي زيان يوجد يوجد جوار مثل أن للنقطة أي حيث أكس ينتمي إلى أن ما عدا أي وهذا رح يأدي إلى دحق مطلقة أفوف للأكس ناقصا L دحق مطلقة وأصغر من شنو من أبسلون زيان إذن عندما أكس يخترب من اليمين الموجب إلى أي ويساوينا شنو L إذن توجد للدالة غاية يعني الغاية من أخذها من اليسار ومن اليمين اللي هو الجوار الموجب والسالب يزداد ويتناقص زيان يساوينا L يساوينا قيمة واحدة يعني لو نرجع لو نرجع يا شباب لو سمحتوا إذا كانت أي تأخذ قيم متزايدة باتجاه اليمين العدد وإذا أعطينا بي قيم متناقصة هذا اللي نقصد بي زيان هذا اللي نقصد بي التزايد والتناقص نحو اليمين نحو اليسار السالب والموجب وتطلع قيمة وحدة هذه هو غاية العدد لما تكون إلها قيمة واحدة وهذا معناه شنو معناه هذا الكلام أولا وجود الغاية عنده النقطة أي يؤدي إلى وجود غاية من اليسار ومن اليمين عند أي كلاهما متساوي نعيد هذا الكلام وجود غاية لنقطة أي من اليسار ومن اليمين والغاية تين مساوية هذا اللي نقصد به وجود غاية يؤدي له وجود غاية من اليسار من يقول للدالة غاية من يقول للدالة غاية معناتها الغاية من اليمين تساوين الغاية من اليسار وإلها يعني قيمة واحدة فكلاهما يكون متساوي ثانيا إذا إذا وجدت غاية عند النقطة أي إذا وجدت غاية عند النقطة أي من اليمين وغاية وغاية عند أي من اليسار وكان L1 غاية الأول لا تساوي غاية الثانية قيمة فإن فإن الغاية ليست موجودة كلام بسيط لأن لا توجد للدالة غاية فإن الغاية ليست شنو موجودة الغاية ليست موجودة لو نأخذ مثال شون نطبخ هذا مثال يقول إذا كان F من R إلى R دالة اسمها F ما جعلها R وأفوف للX يساوي 2X زاعدا واحد ما قيمة ما قيمة أفوف للX عندما يقترب العدد X من العدد 2 قربا كافية نشوف هذا المثال يا شباب يقول إذا كان دالة لعدنا F مجالها R ومجالها المقابل أيضا مجموعة أعداد حقيقية زين والقاعدة اللي تربط هاي الدالة للمجال مجال مقابل هي 2X زاعدا واحد يقول ما قيمة أفوف للX عندما يقترب العدد X من العدد 2 قربا كافيا ما نقول قربا كافيا معناتها لازم نشوفها من اليمين ومن اليسار نشوف يعني هنا بما الحل حتى نحل هنا أدال مجالها شنو R هو قاعد لي زين فهنا نقول أولا عندما X يقترب من الموجة بثني فإن هذا رح يساوي هذا رح يقضي إلى أنه أفوف للثنين يساوي لنا ثنين في ثنين زاعدا واحد ويساوي أنه 4 زاعد واحد ويساوي من نشق خمس وثانيا X يقترب من اليسار من الثنين هذا رح يقضي إلى أفوف للثنين رح يساوي لنا الثنين أيضا وثنين زاعدا واحد ويساوي أنه 4 زاعدا واحد ويساوي لنا خمسة إذن إذن يوجد للدالة غاية عند X تساوي جد 2 بساطة شديدة رح ناخذ هناك مثال آخر مثال آخر مثال يقول لتكن ف للأكس تساوي تساوي تربيع زاعدا واحد لكل X أكبر من الواحد وX زاعدا ثلاثة لكل X أصغر من واحد هل للدالة غاية عند الواحد بين ذلك نقرأ هذا السؤال يا شباب لتكن دالة من ميث كل المجال والمجال المقابل نحن نعرف كل من ميث كل المجال المجال المقابل فهو أوسع مجال وهو من R إلى R هذا كلام هاي الدالة اللي مطينيها بيها كم صورة بيها صورتين هاي الدالة بس بيها صورتين وده يسأل هل الدالة غاية عند الواحد أكبر من واحد وأصد من واحد فرح ناخذ الدالة هنا أكبر من واحد يعني نتاخذ القيم الموجبة نتاخذ الأصد المواحد تاخذ القيم يعني الاقتراب نحو اليسار بالسالب اللي هسا حيشينا إذن الغاية أرجع وأقول إذن لازم نشوفها من اليمين ونشوفها من اليمين من اليسار فهنانا أولا أكس يعني من يقترب من من وجب واحد أو من الواحد هنا بالموجب أفوف للأكس يساوينا لمت أكس تربيع زادا واحد عندما أكس يقترب من الموجب تجاه الموجب لأننا أخذنا القيم الأكبر زين إذن إذن ما سيساوينا واحد زاد واحد ويساوي نشق اثنين يعني ثانيا يعني راح ناخد هسا أيضا هنا نقول له limit أكس يقترب للموجب واحد ثانيا راح ناخد هسا لما ناخد أصغر من الواحد يعني شنقول له limit أفوف للأكس عندما أكس نحو اليسار يعني لدينا أقل من الواحد ويساوينا شي ساوينا أصغر من الواحد يا صورة صورة limit أكس زاعدنا ثلاثة عندما أكس نساء واحد ويساوينا زين واحد زاعدنا ثلاثة ويساوي نشق أربح لاحظ الصورة الأولى هذا واحد واحد لا يساوي نشنو اثنين لأنه الاثنين لا تساوي أربع إذن ونقدر نسميه يعني حتى نسأل على هذا يمثلنا L1 وهذا يمثلنا L2 حتى واحد لا تساوي اثنين أو شنقول له L1 و L1 لا يساوي L2 زين يعني نعيد هنا بس اقترب من الواحد عوضنا لأنه أخذنا صورة الأكبر وعوضنا مرة ثانية لما أخذنا أصغر وهو بالسالب يعني نقدر نقول له أي واحد يساوي بما نسميناه هذي L1 وهذي L2 وقيمة L1 قيمة L1 لا تساوي أنه قيمة L2 إذن لا توجد للدالة غاية عند الواحد وهذا وهذا الكلام يأكد وهذا الكلام يأكد أنه هاي الحالة يا شباب لا تسمحونا هذا الكلام يأكد أنه إذا وجدت غاية عند النقطة أي من اليمين وغاية عند أي من اليساء وكان L1 لا يساوي إن الغاية من اليسار إذا لا توجد للدالة غاية أثبتنا هذا اللي موجود أمامكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس أبنائي وبناتي الطلاب الصف الخامس العلمي هذا ما سمح هذا ما سمح به وقت الدرس لهذا اليوم نستودعكم الله ونأمل أن نلتق بكم في درس قادم جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا